أهلا بكم في الوحدة الخامسة بعنوان قررت أن أبدأ مشروعا صديقا للبيئة سأقدم لكم لمحة موجزة عن موضوع هذه الوحدة تتكون هذه الوحدة من ثلاثة مواضيع رئيسية يدور الفصل الأول حول كيفية التعامل مع مواقف الشك والغموض والمخاطر من خلال اكتساب المعلومات والمعرفة يقدم الفصل الثاني أمثلة على كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأفكار والفرص ويوضح لك الفصل الأخير طريقة لتحقيق الأهداف بسهولة أكبر عن طريق خلق المشاعر المناسبة في نفسك مسبقا بمعنى آخر ستتعلم بشكل عام عن كيفية الحد من المخاطر وعن تحقيق الأهداف ستتعلم ذلك لأنك تعلم بأن الكثير من الناس قد حققوا أيضا أهدافهم ولأنك تعمل بجد لتحقيق أهدافك ستحتاج إلى 15 ساعة لإنهاء هذه الوحدة كما أنك بحاجة إلى نسبة 66% من الإجابات الصحيحة لاجتياز الاختبار المحاضرون هم كلاوس وسوزانا وفلادي أود الآن أن أقدم نظرة مفصلة عن الفصل الأول من هذه الوحدة كيف يمكن للمعلومات والمعرفة أن تقل من الشك والغموض والمخاطر كرائد أعمال أنت بالتأكيد تريد تحقيق أقصى استفادة من أفكارك وفرصك لذلك سنقدم لك أداة ستمنحك نظرة عامة جيدة على تحليل الفرص والمخاطر وهي تحليل سوات تم تطوير هذا التحليل في الستينيات في كلية هارفورد للأعمال استخدامه في الشركات تعتبر سوات أداة قيمة لتحديد نقاط القوة والضعف في نشاطك الريادي وأداة فعالة في تحليل الفرص والمخاطر وهذا يفسر بالفعل ما تمثله الأحرف الأولى من الكلمة فهي أحرف بداية لأربعة كلمات S for strength نقاط القوة W for weakness نقاط الضعف O for opportunities الفرص T for threats تهديدات في مستداد التعلم الخاص بهذه الوحدة نوضح لك كيفية إجراء تحليل السوات هناك العديد من الأسئلة والإرشادات المفيدة لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تحتاجها لإجراء تحليل السوات الخاص بك لدينا أيضا مثال في المرفق النصي حيث يمكنك أن ترى بالضبط كيف تم تطبيق التحليل في الممارسة العملية في نهاية هذه الوحدة ستكون قادرا على إجراء مثل هذا التحليل لفكرة عملك الخاص بالمناسبة هذا ما يبدو عليه تحليل السوات المكتبل النقاط الأربع لتحليل السوات مذكورة بوضوح في الجدول بهذه الطريقة يمكنك تتبع كل شيء وتقييم ما إذا كانت فكرتك لديها فرصة حقيقية في السوق بشكل جيد كانت تلك نظرة عامة موجزة على الفصل الأول من هذه الوحدة كما ذكرنا تتكون هذه الوحدة من ثلاثة فصول وسوف تجد المزيد من الشروحات والتدريبات العملية في المرفقات النصية ترجمة نانسي قنقر